بسنة 2002 سويتها فعلياً وكنت أحب مبدأ فرقة أو مبدأ باند أني كنت أنا وايد متعلق بفرقة الأخوة وخصوصاً على البحر كنت أحب أنا موضوع الفرقة هذي فبلشت الحياة كحياة عمل موسيقى في 2002 لما تعرفت على فايز وأيمن وأساساً كان حمود الحمود معي فبلشنا مع بعض فهني صارت نوعاً مع عملية لأن كنت نجهز حق الباب كان حلم يعني كنت أنا أحلم أن أكون عندي شريط أو أنزل أغاني أو غنية واحدة كنت أتمنى أغني لما نزلت أغاني في ثمن أغاني أنا أغنيهم واحدة اللي معي حمود الحمود يغنيها واحد يعني لدرجة إنه واني قاعد أركب الغلافة أو السليف مع الألبوم قاعد أبتشي دموع قاعد أنزلت حتى لو كان الموضوع بسيط بس بالنسبة لي حلم وتعقق يعني المشروع كان أو الألبوم كان مشروع لا ينسى بالنسبة لي أحلى ذكرى عندي لما وقفت على المسرح مع الأخوة مع أنه في حفلات أنا اشتغلت فيهم وايد وحضورها كان وايد بس لكن لما وقفت مع المرحوم علي وايد 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 استعنست يعني كان من داخلي تلاقيني قوي أو من بره شكلي تشذي عادي والحياة حلوة بس من داخلي قاعد أبتشي من وناصة يعني كانت بسفارة البحرين بسفارة البحرين أنا اشتغلت معهم وايد كوني أحب البحرين أنا فسفارة البحرين سويت لهم وايد حفلات ومن حفلات هذه كانت الأخوة موجودة كان حساس ما أقدر أصفها حلو 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 وايد حلو عندي لونين أحبهم اللون الأول لون الكلاسيكي اللون الدرامي نوعا ما أحب الأغاني الدرامية تكون يعني تأثر بالشخص أي أن كان سواء أنه أبو أم أخ أخت يعني هي كا ريلا تويت والنوع الثاني اللي هو الكعازف أحب الروك الفرصة هالي تعني لي باب باب لونه أسود لما يأتي أنت وصباقت هو أبيض شفته بدش هالباب وإن شاء الله عالم ثاني من الداخل غير العالم اللي أنا شفته نيو أفتور نتيز إن شاء الله معاقب يعطيكم العافية مشكورين على إيتاحة الفرصة حقي وحق ألف واحد غيري يستاهل هالمكان ويستاهل أن يكون بالأضواء مشكورين أشكرتش وأشكري الجنود المجهولين اللي وراء عشاء الله لا نخص أحد بعدين يزعلون وقواكم الله وآسف أني طوت عليكم